كل اللي بيتابعوني على موقع 365 سكورز النهاردة حلقة استثنائية جدا برحب بيكو طبعا بنتكلم على الدوري السعودي الدوري السعودي يمكن هو الاكثر شعبية في العالم خلينا نقول البداية كانت مع كريستيانو رونالد وبعدها شوفنا طبعا نجوم كتير جدا متروفيتش وبنزيمة ورياض محرز ونجوم كتير جدا كانت متواجدة في الدوري السعودي وبما ان وزارة الرياضة السعودية عايزة تكمل اكيد التطور ده في السعودية فاحنا النهاردة قررنا نتكلم على مركاتو الدوري السعودي وهنبدأ اكيد بنادي النصر السعودي والله هيكلمنا اكتر عن ده محمد ابو ليلى محرر الدوري السعودي في موقع 365 سكورز برحب بيك يا محمد زكروزين عامل ايه الاخبار مبسوطة طبعا انك معايا النهاردة ابو ليلى يمكن موسم غير جيد بالمرة على اكيد كل اللي بيشجعوا النصر السعودي فخليني كده اعرف رأيك في الصفقات سواء الراحلة او اللي هتفضل متواجدة يعني كلمني كده بشكل عام عن المركاتو خلينا نتكلم في البداية ان موسم النصر الفات ما كانش زي ما انت ما قلت احسن حاجة للنادي والجماهيره وبالتالي النصر يخسر السنان اللي فاتت المنافسة على بطولة الدوري وخسر كاس الملك وخسر المنافسة في الكاس السعودي بالاضافة انه خرج ربعين ايه دورة ابتال اسيا قدام العين الاماراتي فما فيش شك ان الموسم المركاتو الصيف للنصر هيكون فيه صفقات كتير خصوصا على مستوى اللعيبة الراحلة او الصفقات الجديدة للنادي حابب يدعمها يعني فمع وصول ادارة جديدة برئاسة ابراهيم المهدي ومع وصول مدير رياضي كبير باسم فرناندو هيرو طبعا هيكون فيه صفقات كبيرة للنادي خاصة ان فيه ضغط جماهيري على الادارة انه بفيه تدايمات عشان خاطر النصر يرجع تاني لمنصات التدويق عشان خاطر اللي حصل في الموسم اللي فات ما يتكررش الموسم دوت يعني النصر ليه قاعدة شعبية يعني كبيرة في المملكة وبرى المملكة وبالتالي الهلال كان الغريمي التقليدي كان هو المسيطر في الموسم اللي فات فدي حاجة جماهيري النصر مش حابة لها تشوفها تاني حابة ان الفريق بتاعها يكون فيه تدايمات حابة ان يكون المنافسة اكتر عندهم حابين يشوفوا نفسهم برضا على منصات التدويق زي ما قلت لك انهم ما يخسروش الدورة تاني خاصة ان الدورة السنة اللي فاتت خسروه في فريق نقط كبير المنافسة في دورة ابتال اسيا ما كانتش بشكل جيد اخرجوا من ربع النهائي فمتوقع ان يبقى فيه مركاته جامد او في النصر انا شايف من وجهة نظر ان مركاته النصر هيكون اقوى مركاته في الانتقالات الصيفية في الدورة السعودي خلينا كده يا بوليلا ناخدهم واحدة واحدة هنبدأ بحراسة المار حارس الكولومبي طبعا او سبينا فيه كلام كتير انه هيمشي يعني المركاته ده وفيه اكيد مفاوضات مع كذا حارس تاني رأيك في ده وهل هيأثر طبعا فريق النصر وشايف مين يعني ايه ادعى ان هو يكون متواجد مكان هنبدأ مع او سبينا زي ما انت ما قلتي او سبينا وفقا للاخبار المتدولة في النصر ووفقا للجهاز الفني ان او سبينا بنسبة كبيرة خارج الحسابات خلوس يعني النصر حاليا بدأ يفوض حراس جودت في المركاته السيفي اه من اوروبا يعني في اسم تشيزني حارس يوفينتوس فيه اليسون من ليفربول اه مارتينيز استون فيلا ولكن لحد دلوقتي لسه ما فيش حاجة اكتملت بشكل رسمي يعني يمكن يكون الاسم الاقرب للنصر حاليا هو تشيزني حارس يوفينتوس ولكن المفاوضات لسه فيه شوية تعصر في المفاوضات من جانب يوفينتوس لان يوفينتوس طلب مبلغ اكبر من العرض والنصر فلسه هو فيه ترحيب شوية من تشيزني اللي هو كان يسهل المفاوضات في الصفقة طبعا قال اليسون بعيد خالص عن المفاوضات لان ليفربول متمسك بيه لحد دلوقتي وهو حابب يكمل لسه في اوروبا برضا نفس الموضوع عند مارتينيز استون فيلا لسه ما فيش ما تفتحش مع مارتينيز مفاوضات بشكل رسمي هو الوحيد اللي دخل في الصورة بشكل كبير تشيزني يعني ممكن خلال الايام اللي جاية النصر يكمل مفاوضات او يستكمل مفاوضات مع يوفينتوس ويتم التواصل الاتفاق حوالي المبالغ المالية وممكن يكون تشيزني او الصفقات لنصر وهو يعني شايفه ان هو ممكن يكون حارس يقدر يعود اسبينا في المركز حراسة المرمى في موسم انجليد طيب خلينا هنتكلم على اليكس تليز طبعا وعودة اكيد كونان من يعني اعارته في الفيحات شايف ده ازاي وهل ده مرتبط بده يعني برأيك ده مرتبط بده اليكس تليز اسمه لما يطرح خالص يعني يعني تليز اسمه ما اطرحش خالص ان هو ممكن يخرج من النصر سواء عارق او بيع اليكس تليز ارقامه كويسة مستوى كويس الادارة الفنية ولويس كاسترو راضيين تماما عن اليكس تليز وكمان اللاهب اعلن في اليام اللي فاتت تويته ليه او في فيديو ليه على منصات التواصل الاجتماعي اعلن ان هو مستمر مع الفريق اعلن ان هو عنده رغبة ان هو يجيب بطولات للنادي فبالتالي اليكس تليز مفيش اي كلام خالص عن رحيله اليكس تليز مستمر مع النصر بشكل كبير حتى الان بالنسبة لكونان بعد نهاية عارضه مع الفيحاء شايف ان كونان ملوش مكان في المركز الزاهر الايصر خصوصا ان النادي مش هيجيب اتنين في نفس المركز عشان خطر قائمة الاجانب اللي هو مربوط بثمان اجانب الفريق فالكس تليز هو اللي مكمل كونان غير مرحب به في قائمة لويس كاسترو للموسم الجديد بالنسبة الاجرب كونان هيكمل اعارة برا او قد يتم بيعه اذا وصلت عروق جيدة للنصر طيب خلينا نتكلم كمان عن المدافع امريك لابورت كان فيه كلام كتير انه الفترة اللي فاتت فيه كلام انه ممكن روديجير يجي مكانه باندايك يجي مكانه هل اصلا كمان امريك لابورت بلغ النادي انه عايز يمشي يعني ده كمان شفنا كلام كتير قوي الفترة اللي فاتت عنده فكلمني بالتحديد ولو مشي مين ممكن يكون برضو مكانه بشكل كويس احنا كان عندنا في الموقع انفراض انفراضنا بيه من ايام ان امريك لابورت بالفعل عنده عروض خارجية وبالتحديد من اتليتيك بلباو والمناسبة هو لعب في اتليتيك بلباو قبل ما يروح مانشستر سيتي فعنده رغبة ان هو يرجع لاوروبا وبلغ النادي او وصل للنادي رسالة ان هو حابب ان هو يخرج في المركاته السيفي ويرجع لاوروبا تاني في ظل ان هو عنده عرض من بلباو فبالتالي من كرسة لابورت هي محسومة ان هو خارج الحسابات ولكن التفاصيل المالية ان النصر اشتريه بمبلغ من مشار سيتي ومش حابب ان هو يخسر في الفلوس اللي هو دفعها في الصيف اللي فات في ظل ان اتليتيك بلباو قدم عرض اقل من المتوقع فالنصر مش هيفرد في امريك لابورت الا بعرض قد يصل الى 15 مليون يورو فالحد دلوقتي موقف لابورت رحيل ولكن لاي نادي او بيع نهائي او اعرق لم يحدد اذا وصل عرض للنصر بمبلغ لا يقل عن 15 مليون يورو امريك لابورت سيتم بيعه اما اذا لم يصل للنصر عرض بمبلغ 15 مليون يورو سيتم عرض امريك لابورت في الفترة السيفية اما بالنسبة للعيبة المطروحة على ادارة النصر او ارتبط اسمها بالنصر اللي هي تعود امريك لابورت ظهر اسم الالماني روديجير مدافع ريا المدريد ولكن امكانية وصول روديجير الى الدور السعودي حاليا بعيدة شوية لان روديجير شايف ان هو في مستوى في اوروبا مع ريا المدريد في مستوى كويس شايف ان هو بيحقق بطولات مع ريا المدريد وبالتالي هو مستبع حاليا فكرة كدومه للدور السعودي هو شايف ان هو في ليفل كويس مع ريا المدريد وشايف ان هو بطولات كويسة بيمشي قصدك من اللاعب نفسه نفسه طبعا يعني مفيش رغبة عند اللاعب يعني رغبة اللاعب أولا هي الاستمرار في أوروبا هو في ريال مدريد مفيش مجال حتى لو تعرض عليه برأيك رقم؟ حتى لو تعرض عليه رقم لا رغبة روديجير الأولى وفقا للمصادر الأزمانية للاستمرار في ريال مدريد اترح اسم فان دايك وده مؤخرا كنا برضك انفرضنا به في 365 سكورز لازم لنا اسماعيل ان في مفوضات من جانب النادي النصر انهم كانت فيه جلسة من المسؤولين في النصر مع وكلاء فان دايك ولحد الآن لسه المفوضات ما وصلتش لأي عروض رسمية المفوضات ما بين الطرفين لسه ما خدتش الطبع الرسمي قوي قد تشهد الأيام القادمة في ظل موافقة فان دايك على الاحتراف في الدول السعودي فكاد تشهد الأيام المقبلة انفراجة في صفقة فان دايك خصوصا ان فيه تمسك من النصر ان هو يجيب اسمي كبير لخلافة امريكلا باشا طيب ابوليلا نجي بقى نص الملعب طبعا سيكو بوبانا المفروض ان هو معروض عليه في كلام بيتقالي يعني انه معروض عليه كمان عروض كتير جدا من قندية اوروبية شايف ده ازاي وعندنا اكيد لعيبة متقلقة جدا في نص الملعب متقلقين ومستمرين يعني اعتقد مع نادي النصر فكمان قل لي رأيك في ده لو تكلمنا على اجانب خط النص في النصر أوتافيو مارسلو بروزوفيتش وسيكو فوفانا سيكو فوفانا ما كانش موجود من المركات وشتيته لانه خرج في يناير اللي فات راح اعرى للاتفاق وكمل مع النصر أوتافيو بروزوفيتش في نص الملعب أوتافيو بروزوفيتش مفيش خلاف عليهم ان هم مكملين وفقا لاركامهم وفقا لعروضهم وفقا لانه هم نالوا ثقة لويس كاسترو ونالوا ثقة الجماهير ما فيش اي مجال خالص عدم الحديث عن راحل أوتافيو أو بروزوفيتش مكملين مع النصر بشكل مؤكد بالنسبة 100% اما بالنسبة للموقف سيكو فوفانا فسيكو فوفانا مش موجود في حسابات النصر لانه قيمة الاجانب برضا هتحكم النصر انه هو ميرجعش لعب معار عشان هو مرتبط بتامن اجانب فهو حابب يدعم المراكز تانية في زل وجود أوتافيو وبروزوفيتش ومش عاوز لعب وسط تالت في نص الملعب قد يكون اتطرح اسم كازيميرو قد يكون اتطرح اسم برونو فرنانديز ولكن أوتافيو وبروزوفيتش هم الاتنين المكملين سيكو فوفانا مش موجود في الحسابات عبدالله الخايبري بيقد دور بشكل كويس مع السنائي أوتافيو بروزوفيتش في نص الملعب فسيكو فوفانا هيكون خارج الحسابات وبنسبة 100% ان هو برا ما بين بقى العروض اللي متقدمان له من اوروبا في عروض من تركيا في عروض من فرنسا فين الاتفاق حابب يجدد الاعارة بتاعته فمن وجهة نظري ووفقا ليه ما يتدولوا الاعلام السعودي ان اذا الاتفاق قدم عرض رسمي للنصر ودفع الراتب السنوي لسيكو فوفانا فالاولوية هتبقى للاتفاق لان المشروع السعودي مش هيفضل ان لاعب حجم سيكو فوفانا يخرج من الدور السعودي على اوروبا لا احنا هنخرجوا اعارة افضل على نادي تاني في السعودية ان هو برضه يبقى موجود معنا ضمن المشروع بتاعنا في السعودية فسيكو فوفانا بن يسبق اقرب هيبقى متواجد مع الاتفاق الموسم جديد على سبيل الاعارة اذا دم دفع راتبه السنوي من نادي الاتفاق طيب من اكيد نص الملعب نروح للهجوم اكيد مهاجمين عندنا يمكن مواجمين متقلقين يعني بشكل قوي جدا مع النصر كريستيانو رونالدو وعندنا تاليسكا وعندنا ساديو ماني تلات اسامي احنا عارفين طبعا كريستيانو كده كده مكمل ولكن في كلام ان تاليسكا وساديو ماني ممكن يخرجوا لاوروبا شايف ده ازاي وهل فعلا ده كلام يعني حقيقي ان هما ممكن فعلا يروحوا وهيروحوا يعني شايف برضو هيروحوا اعارة ولا فاينل هيروحوا خلاص بشكل بعنهائي فانت شايف ده ازاي وهل ده هيقصل لقينا انا شايفة انه هما متقلقين جدا في نادي النصر طبعا البداية ازاي ما قلت ان كريستيانو رونالدو مكمل طبعا ده احد الاسماء القائم عليها المشروع يعني فما فيش مجال ان الحديث خالص عن رحيل كريستيانو رونالدو هو مرتبط بعقد وهو رقم واحد في الفريق وهو القائد وفي اعتماد عليه كبير وطبعا ليه شعبية كبيرة في السعودية مش في النصر بس فكريستيانو رونالدو لا خلاف على وجوده في النصر بالنسبة لتاليسكا وبالنسبة لساديو ماني الاتنين ارتبطوا بالرحيل هنبتدي بتاليسكا تاليسكا بتصاب وراجع من اصابة طويلة بجانب انه هو عنده عروض فدولت سببين يخلوا ان النصر يفكر انه هو يفتح باب الرحيل قدام تاليسكا انه هو الاسر راجع من اصابة فانا كفاريق مش حابب انه هو ممكن يكون متواجد معايا لاعب راجع من اصابة طويلة فلما اجيخش الموسم الجديد بيوسجلته في قائمة الاجانب يتعرض لنفس الاصابة تاني فيعمل له دروب اعبا انا نقس لعب اجنبي في القائمة بتاعتي فانا عاوز اخش بجميع العناصر اللي انا داخل بيهم بكاملية جاهزة باستقرار كامل فتاليسكا وفقا للعروض اللي عنده فالنصر ممكن يفكر انه هو يبيعه خصوصا انه عنده عروض من تركيا ولكن لسه برضك ممكن يكون الاختلافات المالية لسه النصر مش متفق عليها مع العروض اللي جاية من تركيا فاذا وصل برضك عرض لتاليسكا من تركيا يتوافق ماليا مع احتياجات النصر او مما طالبه النصر فممكن تاليسكا يبقى خارج النصر السعودي لانديه التركيا اما بالنسبة للنحة التانية لساد يومانيه ساد يومانيه لم يظهر بالمستوى المطلوب كانت فيه انتقاطات كبيرة من الجمعير على مستوى ساد يومانيه خصوصا انه كان فيه طموحات وكانت فيه امال كبيرة عليه انه هو يظهر بشكل اكبر مع الفريق وشكل اميز مع الفريق لم يقدم ساد يومانيه المستوى المطلوب وبالتالي تم ربط اسمه بالرحيل ما بين انه هو يفضل في الدور السعودي وما بين انه هو يخرج لعروض اوروبية بالنسبة لساد يومانيه عنده عروض من تركيا فنار بخشى على ما اعتقد حابب انه هو يضم ساد يومانيه ولكن برضك ما فيش لسه عرض رسمي يوصل للنصر حتى الان وفيه عرض تاني من الدور السعودي لساد يومانيه من نادي القادسية للصعد حديثا لدور روشان والعرض المقدم للقادسية هو اعارة اذا تم الاستقرار على خروج ساد يومانيه من النصر هتبقى الاولوية برضك زي ما قلنا في موقف سيكوفانا الاولوية هتبقى للاتفاق فاذا تم الاتفاق على رحيل ساد يومانيه الاولوية هتبقى للقادسية عشان برضك ساد يومانيه يكمل مع المشروع السعودي في دوري روشان ابو ليلة اتكلمت مهمة جدا يمكن قلت ان ساد يومانيه فعلا ما كانش متقلق مع الدوري السعودي او بالتحديد مع النصر يعني السعودي بعد تقلقه اكيد الكبير مع ليفر بول ايه سبب احنا برضو شفنا بنزيمة نفس الموضوع بالزبط ما كانش متقلق او ما كانش موافق يعني بشكل كافي اكيد لكل جماهير الاتحاد ايه السبب في ده ليه بيكونوا متقلقين او مثلا هل هم متعودين على سكواد اوروبا مثلا ولا ايه اللي بيحصل لما بينضموا اكيد لدوري عربي يعني خلينا اوه بصي خلينا ناخد ان اساس نجاح اي لعب في فريقه لازم له تحقيق شروط معينة اولا الاستقرار الفني ان اللعيب يبقى في مركزه ان التاكتك اللي المدرب بيلعب فيه يتناسب مع اللعيب الاجواء العادات التقاليد فجدان الشغف فدي كلها عوامل لازم تبقى عند اللعب للنجاح شوفنا ساد يوماني لما يتقلق مع النصر نفس الموضوع كريم بنزيمة لما يتقلق مع الاتحاد كريم بنزيمة وضعه شوية مختلف عن ساد يوماني كريم بنزيمة دخل في مشاكل في الاول مع المدربين بداية مع نونو سانتو ثم مع رسلو جالاردو كريم بنزيمة اصلا يعني اعتبر مشاكله حتى كانت موجودة برضو بالفعل مع ريان نادريز يعني هو كريم بنزيمة برضو كان بيعمل مشاكل سواء في قط اللبس او مع المنتخب فبرضو ده يعني هل ده اصدق بينعكس على اداءه في الملعب اكيد طبعا انت اساس نجاح اللعب الاستقرار طول ما انت اللعب مش مرتاح في الفريق او طول هو في مشاكل كبيرة مع الجهاز الفني فبالتالي هيؤثر عليه في الملعب كمان جزئية نقل اللعب من الاجواء الاوروبية للاجواء العربية كانت تؤثر نسبيا على اللعب وده اللي حصل مع كريم بنزيمة بشكل كبير يعني كريم بنزيمة تؤثر ممكن يكون تؤثر كثيرا بالاجواء العربية وبالتقاليد العربية لان فيه لعبة متعودة ان هي تتدرب يعني بتتدرب في اجواء هناك في اوروبا على عكس الفطرس اللي بيأدوها في الاندية العربية فدي بتفرق معاهم ومحتاجين لمؤهل نفسي عشان خاطر يخرجوا من الحالة دي ولكن كريم بنزيمة يظل في المشروع بتاع الاتحاد يعني كريم بنزيمة يظل داخل مشروع الاتحاد ممكن تعاقد مع مدرب جديد قد يتم يعني زي ما بنقول كده تلطيف الاجواء يعني تلطيف الاجواء اللي بنزيمة مع مدرب جديد قد يستعيد مستوى طبعا الخلافات لما تمشي من غرف خلق الملابس قد يستعيد اللعب المستوى تعاني وبرتك ما فيش كلام عن بنزيمة ان هو مستمر مع الاتحاد في الفترة اللي جاي هو بس ساديو ماني مطالب الجماهير بالطالب يعني فيه ضغوط شوية على رحيله من النصر لانه ما قدمش المستوى وكمان لما تيجي تبص على الاسمين اسم ساديو مانيه اقل شوية من اسم كريم بنزيمة فالاقرب ما بين الاتنين يكملوا مع الفرقهم او يرحلوا لا ساديو مانيه اقرب للرحيل من كريم بنزيمة في الاتحاد طيب خلينا اسألك انت شايف النصر السعودي محتاج ايه علشان يقدم موسم افضل من الموسم اللي فات يعني ايه اللي محتاجه الفريق بشكل قابل او بشكل ع twenty-day مع الاستقرار الحال على استمرار لويس كاسترو لويس كاسترو خرج من الموسم بدون القاب يعني هو كان البطولة العربية الان دي هو البطولة الوحيدة اللي خدها لويس كاسترو ولكن على المستوى الفني لويس كاسترو مدرب جيد يعني هو مش درب مش وحش مدرب جيد اذا تم الاتفاق او تم اتخاص قرار داخل الادارة على رحيل وقلب مدرب اخر قد تختلف الامور ولكن في ظل بوقاء لويس كاسترو مع الفريق ففيه بنسبة كبيرة عناصر كتير مكملة معي يعني كريسيانو رونالدو بروزوفيتش وتافيو أليك ستليس دولة ضمن مشروع لويس كاسترو في الموسم الجديد المدرب عنده ثقة فيهم وهم قدوا بشكل كويس فهم مستمرين معه النصر محتاجي النصر ما فيش شك انه محتاج حارس جديد لان ديفيد أوزبينة تراجع مستوى بجانب انه اصاباته كتير فانا قلتلك جزئية الاصابات او الجزئية ان اللعمة يبقاش جاهز في الحالة الفنية النصر مش حابب يبقى داخل الموسم وهو عنده المشكلتين دول لان اصبينة لما تصاب في زل فترة ايقاف نوافل اكيد اللي بعد المشكلته مع المنتخب فبقى الاعتماد يبقى على راغد النجار بقى الاعتماد على وليد عبدالله وهم حارس ثالث وحارس رابع فانا مش حابب ان انا خش الموسم وانا اكرر السيناريو اللي حصلي في الموسم اللي فات فانا عاوز اخش الموسم بعناصر جاهزة عناصر كاملة مفيش دروب يحصلي اصابة مفيش دروب يحصلي اللعب غير جاهز فني فاوزبينا خارج النصر بنسبة كبيرة خلاص زي ما احنا مونا في بداية الحلقة مين اللي هيجي بقى دي لسه في المفاوضات ما بين النصر وما بين تشيزني وما بين مارتينيز ولكن زي ما قلتلك الاقرب هيكون تشيزني في الخط الدفاعي طبعا النصر اتأثر كتير في الخط الدفاعي امري كلابورت زي ما قلنا هيبقى خارج الحسابات فبالتالي هيبقى فيه مدافع جديد وازون ان النصر محتاج مدافع قوي في زل ان هو النصر الاندية التانية مدعمة فراقها بهجوم قوي يعني انما تبص على الهلال هتلاقي متروفينش مهاجم فالتالي ان انت تبقى لازم دفاعك يبقى قوي عشان خاطر يلعب يعني يبقى فيه مواجهة مع متروفينش مع عملكم مع منشيل في الهلال لو بصين على هجوم الاتحاد موجود كريم بنزيمة كموجود عبد الرزق حمد الله كموجود رومارينيو قبل ما يمشي فانت لازم خط الدفاع بتاعك على الاعلى مستوى عشان الخاطر تقدر تنافس مع المهاجمين اللي في الخصوم فبالتالي ان النصر محتاج مدافع قوي من التراز الاول لازم يكون موجود روديجير صعب ان هو يجي لان هو في ريال مدريد ومتمسك بالبقاء في اوروبا فانضايج مدافع كويس وممكن يجي النصر وممكن يكون يعني خير باديل في نص الملعب انا شايف اوتافيو وبروزوفيتش ماشيين بشكل كويس مع عبدالله تخايبري ازا جاء لاعب في خط النص اوروبي زي كازيميرو او برون فرنالدس حسب ما يتم تدوله ده طبعا هيأثر على ان ان انت هتشيلي لعب اجنبي معاك في الفريق لان ان انت قيمة الاجانب عندك مكتملة وسط المار ملاعب اليكس ليس في الشمال لابورت الدفاع اتنين في نص الملعب مع تلاتة رجومة. لو جي لاعب في نص الملعب زي كازيميرو او برونو فرنالدس فانت هتضطر تضحي بلاعب في خط الهجومي او قد تضطر اللي انت تضحي بلاعب زي أليكس ليس مع ان انت تجيبي عنصر محلي في الباكس الشمال فالحد الان اوتافيو وبروزوفيتش هم مثال جيد في نص الملعب مع عبدالله الخايبري في الهجوم كريسيانو رونالدو لا يغين عنه تاليسكا لو هيرجع بحالته الفنية اللي كان متواجد بيها وكان ظاهر بيها في الموسم اللي فات لو هيرجع بنفس الحالة لو الاصابة مش هترجع له تاني او مش هيكون عرضة للاصابات أليكس تليس واحد من الابرز اللي عبين في النصر يستحق التواجد يستحق التواجد ولكن اذا كانت حالة الفنية تسمح بذلك واذا كانت الاصابة تعافى منها شكل تام اما بالنسبة للساديوماني من وجهة نظري لا افضل بقاءه في النصر قوني ان انا بحب النصر لان لا افضل بقاءه في النصر انت شايف انه مش هيقدم خلاص للنصر مقدمش المستوى المطلوب خلاص هو مقدمش المستوى المطلوب خد فرصة كبيرة يعني الساديوماني كان بيشارك باستمرار في كل الماتشات فاذا تم عرض احد اللاعبين البرزين في اوروبا انه هو بديل الساديوماني وكان اكثر جودة من الساديوماني واذا كان العروض المقدمة الساديوماني برضك من تركيا مناسبة للنصر من حيث الكيمة المالية انت مع البيع فبفضل خروجه لو كان بيع مناسب من الكيمة المالية عشان النصر يستفاد ماليا ان يجيب لعيب جديد مكانه لو ما كانش العروض كويسة من حيث الكيمة المالية يخرج اعارة لنادر قادسية مع التعاقد مع لعب اجنبي جديد في مركز الجنح الشمال محمد ابو ليلا المحرر طبعا الدوري السعودي ب365 سكورز اتبسطت جدا بالحوار معاك واكيد المشاهدين كمان اتبسطوا انهم يعني شافوا حوار كامل عن فترة انتقالات اكيد الدوري السعودي بالاخص اكيد النصر السعودي شكرا روزان وشكرا لكل المتابعين 365 سكورز كنت النهاردة معاك واكيد انا ومحمد ابو ليلا من موقع 365 سكورز لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا زر الجرف علشان يجيلكوا كل جديد سلام